بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتحدث في هذا المحاضرة بإذن الله تعالى عن الحديث المعلل فنقول إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المعلل تعريف الحديث المعلل لغة هو اسم مفعول من أعله بكذا فهو معل لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول اصطلاحاً هو الحديث الذي أطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها تعريف العلة العلة سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث فيؤخذ من هذا التعريف أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطان وهما الغموض والخفاء والشرط الثاني القدح في صحة الحديث فإن اختل واحد منهما كأن تكون العلة ظاهرة وليست خفية أو أن تكون غير قادحة فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحاً مع ذلك قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي ما ذكرناه قبل قليل هو المراد بالعلة في اصطلاح المحدثين لكن قد يطلقون العلة أحياناً على أي طعن موجه للحديث وإن لم يكن هذا الطعن خفياً أو قادحاً من النوع الأول التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك حتى أن الترمذي سمى النسخ علة ومن النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة وبناء على ذلك قال بعضهم من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل جلالة هذا العلم ودقته ومن يتمكن منه معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث وإنما يتمكن منه ويقوى على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ولهذا لم يخذ غماره إلا القليل من الآئمة كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدار قطني رحمهم الله تعالى إلى أي الأسانيد يتطرق التعليل يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامعي شروط الصحة ظاهرا لماذا؟ لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علله إذ أنه مردود لا يعمل به بماذا نستعين لإدراك العلة يستعان على إدراك العلة بأمور عديدة من أهمها تفرد الراوي اثنين مخالفة غيره له ثلاث قرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم في واحد واثنين هذه الأمور تنبه العارف بهذا الفن إلى وهم وقع من راوي الحديث إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولا وإما بكشف وقف في حديث رواه مرفوعا وإما بكشف إدخاله حديثا في حديث أو غير ذلك من الأوهام بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث ما الطريق إلى معرفة المعلل؟ الطريق إلى معرفة المعلل هو جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم ثم الحكم على الرواية المعلولة أين تقع العلة؟ تقع في الإسناد وهو الأكثر وتقع كذلك في المتن وهو الأقل والعلة في الإسناد هل تقدح في المتن؟ قال العلماء قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد وذلك مثل التعليل بالإرسال وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا مثل ذلك حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمر ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعاني بالخيار فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمر ابن دينار وإنما هو عبد الله ابن دينار فهذا المتن صحيح وإن كان في الإسناد علة الغلط لأن كل من عمر وعبد الله ابن دينار ثقة فإبدال ثقة بثقة لا يضر صحة المتن وإن كان سياق الإسناد خطأ من أشهر المصنفات في المعلل كتاب العلل لابن المديني علل الحديث لابن أبي حاتم العلل ومعرفة الرجال لأحمد ابن حنبل رحمهم الله جميعا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة